موسيقى اهنا بيكو في حلقة جديدة مرة منتدى اللي هنبتديها معاكو باستعراض ابرز الاحديات الرياضية اللي تصدرت المشهد على مواقع تواصل اجتماعي مختلفة في الساعات الأخيرة والبداية هتكون مع نادي الزمالك اللي تلقى هديمة بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه نهضة بركان المغربي بسهام ناية كأسة الكونفيدرالية الإفريقية مساء الأحد زمالك اللي بدأ مباراة دهاب النهائي كأسة الكونفيدرالية بشكل غير جيد وتلقى هدفين في أول نص ساعة نجح في العودة في شغط التاني برأسية من سيف الدين الجزيل وقدم الفريق أداء أفضل وحقق نتيجة كويسة لحد ما هساعده على تحقيق البطولة في مباراة الإياب على الساعة القاهرة الزمالك هكون محتاج في مباراة الإياب اللي هتشهد حضور جماهير كبير يوم السبت القادم بيتجاوز سبعين ألف متفرج للفوز بنتيجة واحد سفر فقط من أجل التدفيق بكأس الكونفيدرالية للمرة التانية في تاريخه جماهير الزمالك على السوشل ميديا كان يوم قراء كثير على نتيجة مباراة الزهاب أمام نهرة بركان المغربي وتعليل أول معنا من تامر عبد الحميد ضنجا نجم الزمالك الأسبق اللي قال الحمد لله خرجنا بقال الخسائر إن شاء الله في وجود جماهير الزمالك في العودة هنفوز بالبطولة وليد رشوان قال قادر الله ومشاء أفعل مفيش هزيمة فرح الجمهور لكن قادر الله كان لطيف ولو ينفع نقول على هزيمة إنها لطيفة هيبقى نتيجة اثنين واحد برى الأرض الحمد لله كل أمالنا مازالت قايمة والمكسب واحد سفري يديناك بطولة يا رب الكونفيدرالية عمر جابر كتب الحمد لله يا رب النتيجة كويسة وبإذن الله كونفيدرالية من نصيب الزمالك جحيم السادة الكاهرة في انتظار نهرة بركان المغربي ورفع الكاس في الكاهرة بإذن الله شيكو قال الحمد لله على النتيجة من وجهة نظري أفضل كتير من التعادل اثنين اثنين لعيب الزمالك لابده أن يكونوا تحت ضغوط في مباراة الاياب لتحقيق المكسب وبإذن الله الكونفيدرالية زمالكوية دلوقتي تعالوا نشوف عراجة مهير في نتيجة مباراة ذهب نهائي كأس الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي ونجعلكم مرة تانية رأيك في نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان في زهاب نهائي البطولة الكونفيدرالية والله هي نتيجة مردرية جدا وكويسة وإن شاء الله نحقق الانتصار هنا بإذن الله ونصعد من هنا بإذن الله ناخد البطولة بإذن الله وفي المجمل الأداء مكانش أحسن حاجة الزمالك دخل المطش متأخير قوي بعدما استقبلنا جونين لكن الجون بتاع الجزيلة وتأنقذ الموقف يعني خلنا بس نحتاجين جون واحد نواطن ونخلص البطولة إن شاء الله الحمد لله يعني النتيجة كويسة وإذن الله هنا في مصر نعوض وإذن الله من نكسب يعني بطولة بتاعت الزمالك السنية إن شاء الله كان الشوت الأول أداء ما كانش عاجبني من الزمالك أبدا ما كانش متوقع منه كده أصلا والشوت التاني يتحسن شوية بس أنا منتظر أحسن من كده بكتير في المتش الجاي لأننا نحتاجين إن نحن نكسب البطولة دي نتيجة جميلة وممتازة تريح شوية للزمالك تخلي نزل المتش العودة مرتاح شوية يعني ممكن واحد سفر يصعد الزمالك برضو واثنين سفر آه ويفوز أكتر ويجبو عنده معناته أكتر بالهدف لكيبهم امتع مبارح يعني نتيجة كويسة جدا وإن شاء الله نكمل على خير في المتش العودة ونعمل أداء كويس أحسن ونأخذ البطولة إن شاء الله هنا في مصر فشل كامل سعبد إن أنا أبعد الموراة مهمة زي دي واروح هناك اعتماد إن أنا أدخل جون عشان تحسب بجونين ده فشل كامل وأداء سائي جدا رغم إن أنا تاني أفضل نادي في مصر بعد النادي الآلي طبعا فأنا عندي الإمكانيات وبمتلك اللعيبة وفيه صفقات بس ما حدش مد إيجابي في الملع هي نتيجة سيئة بس إحنا عملنا اللي علينا هناك وجبنا جون واللعبة قدت بيرغوح بس إحنا نفرح الناس اللي إحنا بقى لنا كتير وقت نفرح وملاقينا تمشوا وراكم وإحنا أول الناس وراكم والآخر النفس وراكم ففرحونا ونفسنا بقى نفرح فرح حلوة وما ينفعش ولعبوا برجالة ولعبوا على قدر الشرط اللي إنتو بترعبوا بيه فيه ناس كتير قوي بتشجعكم وإحنا وراكم واللي إنتو عايزونه إحنا معاكم فيه لآخر نفس ورسم كمالين معاكو ترنداتر ومنتدى وضباء التماع عن يدي الأهلي لأصدر مجلس إدارته بيان رسمي كشف من خلاله أنه أرثر خطاب للابتحاد المصري لكورة قدم بيعترض فيه على العديد من الأمور أبراسها الأخطاء التحكمية الأهلي أكد في خطابه لاتحاد الكورة أنه هيتلب حكام أجانب في بعض المباريات وهيستدد هو حساب استخدامهم كمان النيدي طالب بإعادة النظر في معايير اختيار الحكام في جميع المباريات الأخرى وما يضمن الحد الأدنى من العدالة بين الأردية طلبات الأهلي لاتحاد الكورة بتي بعد ساعات قليلة من المباراة اللي فاز فيها الأحمر على بلدين المحلة بهدفين مقابل هدف التحكمية للجدلية لسرقين بالإضافة لبعض الأخطاء التحكمية في المباريات الأخرى طبعا الجماهير على السوشال ميديا كان لهم أراء كتير بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب في بعض المبارياته وتعني استعرض أبرز التعليقات معكم التعليل الأول معانا من أحمد علام اللي قال مش هيردو كالعادة مش هيردو كالعادة علشان عارفين أن مجلس الإدارة بتاعنا أخروا خطابات وبيانات لامتصاص غضب الجمهور وبعدها كل شيء بيتنسي أما الشيف المرزوخي كتب كان لازم يتم تحديد مهلة للرد وإلا بعدها اللجوء للفيفا مباشرة بس واضح أن مجلس إدارة النادي اتعلم يدي الجمهور مسكنات كل اللي اتذكر تم صدور به بيانات مسبقة سهيل عصام قالت شاكولي الأهلي بيان صح الصح هتأخر صحيح بس أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي معاك يا أهلي جمهور في كل مكان ودلوقتي تعالوا نشوف أرائي جمهور في طلب الأهلي لاستقدام حكام أجانب في بعض مبارياته في الدوري ونرجع لكم مرة تانية رأيك في طلب النادي الأهلي استقدام حكام أجانب لبعض مبارياته في بطولة الدوري المصري طبعا دي كانوا دفقوا كويسة طبعا ويدفوا للحكام المصريين عشان نادي التحكيم المصري متأخر شوية بس فتكونوا أضافة كويسة أن نحن نطور من نفسنا ونطور طبعا من البار أو أي حاجة أو سري دي طبعا تكونوا أضافة كويسة للمصر بس والحكام المصريين يتعلموا منه رأيي أنه قرار كويس علشان في ناس بتشكك في نزالة الحكام المصريين وكده وغير كده الحكام الأجانب عندهم خبرة أكتر وممكن يعلموا الحكام المصريين حاجة كويسة فذا هيبقى قرار كويس جدا من الفترة الجاية بغض النظر أن أنا أهلاوي بس أنا ضد القرار ده خالص لأن الهدف أصلا أن نقود للتحكيم المصري عندنا وده هيخلي أن التحكيم فيه ثقة أكتر للجمهور فلا طبعا إحنا الدور يمشي عادي حكام مصريين وبالعكس نأيدهم أكتر ونصق فيهم أكتر فكرة حلوة جدا بالنسبة للحكام المصريين فيه أخطاء كتير جدا ليهم الفترة الأخيرة ماتش اللي فات بتاع الأهلي كان فيه أخطاء كتير أول من حكام المصريين أنا شايف الأحسن الحكام أجانب في الفترة دي شان ما حصلش مشاكل كتير بين الدوري والأخطاء دي الناس كتيرة بتقول لك الحكام المصريين بيروح للأهلي أكتر فيه أغلطات كتيرة ما بتتحسبش حاجات كتير يعني لا طبعا مش موافع على العرض دوت وطبعا يدي فرصة للحكام المصريين عشان إحنا عندنا حكام المصريين طبعا كفاءة ولازم نديهم فرصة إنهم يبقوا الأحسن من الحكام الأجانب طبعا موافع قرار ده لإن الأهلي بتعرض لظلم جميل جدا تحكيم تحس إن فيه كلب مكيالين يعني عندك مثلا مطش الأخير بتاع بلدية المحلة كرة بتاعت أكرم توفيق دي فيها طارد صريح لها داخل رجله متعمد الإزاء وفيه كرة كهرباء قابليها طبعا فيه مطشات تانية كتيرة طبعا كرة البنك الآلي بتاعت أيمن أشرف الكرة لمستياد واضحة وصريحة لا الحكم ولا الفور ولا حد الكلام أنا معكرار ده جدا الصراحة لأن الآلي بتقزم جامد لما بيبقى فيه حكام المصريين بحس إن فيه تعمد أصلا بتعمد إن أنا أزيك اللي هو مش قصدي حاجة برضو بس اللي هو بحس إن الحكم الأجنبي بيجي لماعدها ولا معدها فبشوف إن ده أحسن حاجة للموضوع ده ونحن الوقت معاكم لترند كورا العالمية وبالتحديد مع كليا نمبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اللي خاض آخر مباراة مع الفريق على ملعب حضيقة الأمراء قبل ما يغادر النادي في نهاية الموسم ده باريس سان جيرمان اللي استقبل فريق طلوز على ملعب حضيقة الأمراء ضمن منافسات دوري الفرنسي نجح نجمه الأول مع مبابي في تسجيل الهدف الأول في الديئة السبعة إلا إن الديوف بعدها سجله سلسية وفازوا بالمباراة بنسيجة 3-1 هديم باريس سان جيرمان أمام فريق طلوز ما ما نعيدش أصحاب الأرض بين الاحتفال مدرع دوري فرنسي مع جمهرهم وفي حضور كليا نمبابي اللي خلق في فيديو من كام يوم وأعلم فيه إنه قرار ما يجددش عقده مع النادي وهيغادر بعد سبع مواسم كاملة مع الفريق مبابي طبعا ما أعلنش لحد الوقت من هو النادي الجديد لكن جميع التقارير الصحفية بتأكد إن لعبت أتم اتفاقه مع ريال مادريد اللي كان بيحتفل برضو مبارح بدلع الدول الإسباني الممتاز كثيرت علاقات كثير طبعا على قرار مبابي بمغادرة باريس سان جيرمان وكان أبرازها من مولي اللي كتبت وقالت شكرا كليا لكن باريس يبقى باريس معك أو بدونك الأفضل في فرنسا وأوروبا سنة جميلة منتعة لجميع الباريسيين حققنا القابين والتالت قادم متحمسة مرة للفريق السيزن الجاي بدون مبابي وقاعدة نجم الفريق الأول متأكدا إن إحنا بنشوف نسخة أقوى من باريس نسخة أنريكي الجامعية إبراقيل حانا وقت صنع المجد والتاريخ وتحيير بطولات والجوائز مع أعظم نادي بالتاريخ رحلة عظيمة بتنتظرنا مع كليا نبابي ودلوقتي تعالوا نشوف توقعات الجامعية المستوى باريس سان جيرمان بعد مغادرة كليا نبابي ونرجع لكم مرتين شايف مستوى باريس سان جيرمان إزاي بعد مغادرة كليا نبابي بصوا باريس سان جيرمان عمتا فرقة فيها نجوم كتير ومن أهم العناصر فيها كان كليا نبابي غير اللي هو يعتبر من أسرع اللعبة في الملعب عندهم من أسرع اللعبة في العالم عمتا فبالنسبالي هلأ هيأثر تأثير كبيرة عمتا عندهم يعني خطة اللجوم عندهم هيبقى مش قد كده بس برضو هيبقى مفيد جدا للريال والله أنا شاف أنها مصلحة كليا نبابي لأنه هو يعني باريس سان جيرمان من زمان وأول بدأ يجيب أنه صفقات كتير ولعيبة جام ده وجاب ميسي ونمار وجاب كل لعيبة ما قدرش نوعية بطلاطة ما قدرش نوعية حاجة ما قدرش ياخد الشامبيونز ليج من الآخر هو دوري الفرنسي كده كان بياخدوا على طول من غير حاجة المستوى بش يفرق في حاجة مش هيأثر بالشكل الكبير يعني بس اللي هيأثر مع كليا نبابي إنه هو فعلا ما يروحش الريال عشان يعني هيبقى له فرصة أحسن هو بشعرف أصلا يبقى نجم في الفرقة دلوتي الفرقة دلوتي كلها نجوم سوبرستر مش محتاجة مش محتاجة كليا نبابي بش عمل حاجة أصلا همش هيظر زي ما كان كريستانو موجود في وقت بنزيمة بنزيمة ما كانش ظاهر خالص هيقلي طبعا هيقلي جامج لأن بابي خطير جدا إلا لو جابوا بديل جابوا محمد صلاح جابوا بديل جاي يعني المستوى هيعلى طبعا لكن هيقلي أكيد أكيد إبريستان جيربان كانت فرقة تقيلة وفيها كان فيها ميس ونمار وعادي وسبوا الفرقة وهي مستوها يعني مش اللو هو فهو لما يروح حتى تنمش هيختلف كتير لا خالص كان قال للأول لما كفاني ميشي ونمار ميشي وميسي ميشي كل النجوم دي فبريس هي هي زي ما هي يعني حتى لو جابت مين برضو هتفضل برضو بريس اللي بتاخد الدوري ولا هتأثر ولا هتلعب ولا هتدوس مع الفرقة التانية برضي ولا هتاخد أوروب بس يعني ومبابي مش هيفرق برضو مع الريال قوي أنا شايف ان عندو فينسيوس ورودريجو الاثنين برضو وفينسيوس أحسن ليفت ونجي الوقتي فملوش حل يعني فمبابي مش هأثر خالص أكيد طبعا في الأول عشان هو نجم الفريق بس هما دلوقتي بيحضروا انهم يبنوا جيل جديد من الشباب ما يعتمدواش على نجمة واحد وده شوفنا في الدورة الأبطالي اللعبة الشباب الكتير اللي عبت فما اعتقدش النهي أصلا وبعد ما شوفنا أرائق جمهير في قرام بابي بالمغادرة باريسان جرمان تكون خلصت نشرتنا في الامتادة لكن طبعا حققتنا لسنا مكملة بعد الفاصل مع كبت النيدو أعزائي المشاهدين أهلا بحضراتكم مرة تانية في الرومنتادة والنهاردة يعني هبدأ ببيان الأهلي أو طلبات الأهلي من اتحاد الكرة البيانة اللي أصدره النادي الأهلي بالأمس ببيان يعني بيحط دغوط كبيرة جدا على اتحاد الكرة ولكنه في رأي بيان أو طلبات بتوريك أن فيه يعني معركة كبيرة في المكتب فيه معركة كبيرة في المكتب ما بين الأهلي وما بين اتحاد الكرة وما بين بيرامدز طيب هتيجي النهاردة تقول لي يا عاميدو إيه دخل بيرامدز في الموضوع لا بيرامدز وموضوع الشيبي هو المحور والترس اللي بيلفع حواليه كل الكلام اللي حضراتكم شايفينه ده الموضوع يعني إيه دخل في حتة للأسف مفيش حد عارف يحلها لأن التنازلات من الجانبين تنازلات غالية تاني التنازلات طبعا اتحاد الكرة يعني الناس بتحاول تحل يعني أنا بقول لكم الناس ايه بتحاول تحل لكن الطلبات بتاعة الأهلي اللي هي تاني هأكد لكم طلبات بتاعة الأهلي اللي هي الفلوس بتاعة الكاس وتسويق الكاس عايزين نبقى على علم بيها كلها طلبات الاهلي ليه حق فيها على فكرة الاهلي من حقه ان هو يحط ضوابط والزمالك من حقه ان هو يحط ضوابط وكل الاندية لازم تطالب ان يبقى فيه ضوابط بتحكم الجميع وان يكون فيه عدالة ما بين الجميع طبعا الطلب الاولاني تعيين حكام اجانب طبعا وان الاهلي هو اللي هيتكفل بالحكام وكل الكلام ده كله فيه منافسة كبيرة جدا ما بين الاهلي وبرامدز السنة دي مش في الملعب فقط ولكن في المكتب وعلى اعلى مستوى على اعلى مستوى هنا بقى اللي ذكر في او طلب من الطلبات اللي بيطلبها الاهلي من اتحاد الكوراية انتوا عملتوا ايه في وضع الشيب يا جماعة ان رجل لجأ للمحاكم المدنية وقرار لجنة لجنة الانضباط ارجعلي بقى يا جماعة في القصة دي طبعا يا جماعة موضوع الشيبي ده انا قلت لكم من اول لما حصل مفيش حاجة اسمها في الكورا في الكورا ان انت مش من حقك ان انت تروح للمحاكم المدنية حتى لو النقطة دي مذكورة في اللايحة الاساسية بتاعت الاتحاد الدولي النهاردة لو انا مسكت سكينة وغزت واحد في الملع صح ايه ما يخدنيش محكمة مدنية انت ما تاخدش العيب في محكمة مدنية انت ان هو هتروح تشتكي في المحكمة مثلا تقول ان هو دخل فيها جامد انا بقول لكم الكلام ده انا بقول لكم الحقيقة اللي لا فيها خوف من الاهلي ولا من بيرامدز ولا من حسين الشحات ولكن الحقيقة بعد لربنا انا عارف انا بقول لكم ايه اه اه في حاجات كده الاتحاد المصري حدثتها في اللايحة الاساسية كده حاجات ايه حاجات مش هتفهم منها حاجة ان انا بكلمكم وعندي امثلة كتيرة جدا جدا ان الناس لجأت للقضاء المدني فاكتر من دولة ففكرة ان الناس بتحارب ان الشيبي في وقعة حسين الشحات ما ينفعش يروح للمحاكمة المدنية انا بقول لكم اللي بيطالب بالكلام ده بيضع وقت ده رأي ده رأي يعني ممكن بعد كده الناس الزمن يباين ان انا غلطان ولكن احنا برضو يا جماعة كلنا مهما كان فيه غلط احنا مش عايزين حسين الشحات ياخد حق يعني برضو خلي بالكو دي نقطة مهمة جدا احنا اهمنا في الاخر ان حسين الشحات ده لعيب كورة وراجل قب وراجل اه مش معنى ان هو العيب في النادي الاهل ان هو فوق القانون ده الكلام بقى اللي مفروض يتقال صح مفيش حد فوق القانون طبام ولكن لازم الناس تدخل ان بيرامدز يحس انه خد حقه والشي بيحس انه خد حقه وفي نفس الوقت ان حسين الشحات ما ياخدش حق ما تدعوش وقتكو بقى جماعة في قصة ايه ليه حق يلجأ للمحاكمة المدنية وبتاع لان قردي القضية في المحكمة المدنية قدام النيابة فما تدعوش نفسكو في وقتكو في الكلام ده ده كلام كله ايه ضغوط بتتعامل على اللعيب وبتاع سيبكو بالكلام ده ولكن انا اه 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 يعني شايف ان الموضوع دخل في حتة عند دخل في حتة عند ليه ليه علشان العقوبة الهزيلة اللي طلعتها اه 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 لجنة المسابقات بعد المباراة باقاف حسين الشحات مبارتين هو ده هو ده اه اللي خلس شي بيروح النيابة اهوا تفتكروا ان حسين الشحات تاني بأكد لكم اهوا تفتكروا ان حسين الشحات لو كان خدت ست ماتشاط مثلا كان الشي بي هيروح النيابة عدم وجود لوائح وضوابط وقوانين واضحة هو اللي مدخلنا في المشكلة دي وانا قلتلكم الكلام ده من السنة اللي فاتت اتحاد الكرة زعله لما قلتلكم ان هنبدأ موسم جديد من غير لوائح واضحة ولو تفتكروا ايامية حضراتكم اه شرحت لكم في اكتر من دولة اللوايح بتاعت اه بتاعت والعقوبات واللوايح بتاعت لجلة المسابقات بتبقى واضحة وصريحة ومتعرفة بالكلمة وبالحرب عشان ده شغل فيه محاميين وانا قانون قانون فالنهار ده اه عدم وجود لوائح واضحة وقرارات يعني اه اه سريعة سريعة ومش مدروسة واللي هيتلع يرد عليها هيتلع يرد باللوايح وبتاعت لوائحك مش مظبوطة ومش معرفة ومش واضحة وقلت لكم الكلام ده قبل بداية الموسم وقلت لكم ان فيه ناس عندها اصرار ان هي تكمل الغلط وتاني بأكد لكم اللي عمل مشكلة كهرباء وانسحاب الزمالك من السوبر تاني اتحاد الكرة وما هيحدث داخل لجان اتحاد الكرة وفكركم تاني عشان محدش يلوم على الزمالك الزمالك كان بيدور على حقه طبعا الزمن بينسيكو بس انا بقول لكم ان كهرباء وعدم وجود قوانين في وقعة كهرباء ان الراجل خد عقوبة بعد فترة من الوقعة تخلت النادي الاهل ليه الناس اتجنينت تشمعنا دلوقتي بتعمل عليه العقوبة انما من الاول لو فيه قانون واضح ولوايح واضحة كان الاهل على فكرة مش هشتكي لانه شايف ان اللعيد بتاعه غلطان انما الاهل اشتكى ليه الاهل اشتكى لان لقى ان بعد كم شهر طلعت عقوبة على كهرباء فابتدى يضغط فلجنة الانضباط طلعت عقوبة والناس حست انه في ورطة فلجنة التظلمات عطلت العقوبة فالاهل طعن فاقوبة كل ده عشان مفيش لويح يا جماعة مفيش بلد بيحسط يا الكلام اللي احنا فيه ده خلي بالكم فيه ناس مصلحتها ان الامور تتضار مانويل مانويل عارفين ايه بالورقة والقالم فيه ناس مصلحتها ان الامور تتضار بلورقة والقالم واسمعوا الكلام اللي انا بقولهلكو ده ده اللي ودانا في المكان اللي احنا موجودين فيه ده في المربع اللي احنا موجودين فيه ده اين؟ محدش فاهم حاجة ضغوط من هنا ومن هنا ومن هنا وصراعات ما بين الاندية واحتقام ما بين الجماهير اللي انت بتحاول ان انت ترجعهم الملعب كل ده ليه؟ عشان انت متمسك باللوايح القديمة بتاعتك اللي عالكيف اللي فيها حاجات رمضاية كده تروح وتيجي انا ممكن ادي مطشين انا لقا تقص المرائب كتب المرائب كتب دي انتهت في الكورة المرائب كتب انتهت في الكورة انتهت في الكورة المرائب ده الراجل بتاعك المرائب ده انتوا اللي بتعينوه والكلام مفهوم فالنهاردة يا جماعة ليه 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 ما فيش اسرار ليه ما فيش اسرار من مسئولين الاندية ومن ربطة الاندية ان تبقى فيه لوايح واضحة قبل ما الموسم يبدأ ومعرفة زي ما جبت لحضراتكم قبل كده كل الكلام الحمد لله اللي انا توقعتوا ان احنا هنخش في مشاكل تاني خصل فاكرين لما عملتلكوا حلقة وقلتلكوا ان الناس معدلتش والناس كذا وهنخش في نفس المشاكل وازاي تبدأوا موسف بنفس النظام والناس زعلت اهو انت بتدفع تمن العشوائية ان النهاردة محدش فاهم ايه اللي ليه وإيه اللي عليه محدش فاهم الاهلي مش فاهم بيرامدز مش فاهمين الشحات راجل لعيب دولي محترف بيلعب 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 عندك ولكن هرجع تاني لقصة الشحات لان انا بقول لكم بيان النادي الاهلي وكل فيلم اللي انتو شايفينه بيدور ده والتحاد الكرة واللجنة الانضبط طلع كلام والشي بيتكلم والمحامي بتاعه يتكلم والمحامي بتاعه كل القصة دي بسبب الواقعة دي الواقعة دي لو شلتها كده من وسط الاحداث اللي انا عايشين فيها كل الكلام اللي انت بتشايفه ده كلام كان هعدي لكن انا في نقطة مهمة جدا جدا الاهلي في بيانه طبعا الاهلي بيطلع القديم الجديد لاتحاد الكرة بحط بغوط كل البغوط الممكنة على اتحاد الكرة كلام شغل اقداره وبتاع مدار شلوم اي حد ان هو بيدار على حقه خلي بيط اهلي زمالك اي حد بيان الامبي لما اتكلمه كنت معاه هم دور على حقك لازم بيقى فيه قوانين ولازم بيقى فيه ضوابط وكل الكلام ده كله طيب لما فكركم تاني التصالح ده حصل على فكرة بعد الواقعة فبرعاية هاني سعيد والشباب كلهم كانوا موجودة بتاعه والقصة خلصت اقسم بالله العظيم وحياة اولادي ان لجلة المسابقات لو كانت ادت حسين الشحات ستة مطشاط ما كان الشي بيها يروح النيابة هو راح النيابة تاني ليه لان هو حس بالظلم طب انت وش هتجيبولي حقي طب انا هجيب حقي بقى النهاردة وصلت الموقف لإيه وصلت لإيه ان فيه عندك العيد دولي والعيد بيمسل نادي كبير وراجل يعني غلط اه لما انت ما دتلوش العقوبة الكافية الراجل ممكن تحبس لكن احنا خلينا نتفق ان احنا آخر حاجة عايزين يشوفها ان حد يخش السجن او حد حتى يتحط في موقف ان هو عليه حكم فيضطر احنا عايزين الناس الكبار تلعب دور في ان الأمور تهدأ انت اه انا عارف فيه ناس تطلع تقولك ميدو بيها دفع عن حسين الشحات ومش هارف ايه بتاع لا احنا في الآخر الانسانية اهم من اي نقطة حسين الشحات ده بالنسبة لي قبل ما يكون لعيد ده اب وراجل زوج وراجل ابن وراجل عنده عيلة ما اتمناش ابدا ان انا اشوف اي حد في موقف يعني يبقى ضعيف فيه يعني انا رجل ربنا خلقني كده وتربك كده فهتمنى الموضوع يتحل لان انا بقولكم الموضوع ده في حتة معانا لو دخل فيها ما حدش هفي حل في حتة معينة لو دخل فيها ما حدش هفي حل وبقولكم حتة ان انت تمشي وراء اتحاد الكرة وتقول ان مش من حقه يروح وبتاع كل الكلام ده تصدقوني والله العصيم تضيع وقت بتاع يعني ايه تضيع وقت انا بجيلكو في الايه في الملاقص بتاع القصة موضوع الشيدي وحسين الشحات والموضوع ده لازم يتحل عن طريق الكبار وانا قلت يا حضرات كان من اكتر من اكتر من شهر وانا اقول لكم كده من الاخر اللي يعرف يحل الموضوع ده هانا بوريدا الوحيد في مجال كرة القدم في مصر اللي يعرف يحل لكم موضوع الشيبي وحسين الشحات ده هو هانا بوريدا ليه هانا بوريدا هانا بوريدا علاقته كويسة جدا بممدوح عيد وممدوح عيد يعني يعني خلي بالكم ان ما تستهولوش بممدوح عيد لان ممدوح عيد مصمر مهم جدا في المنظومة بتاع البيراميز خلي بالكم هو فيه ناس متخدش بالا مع الكلام ده كان انا عارف كويس قوي ممدوح زكي ممدوح لو فيه قعدة عمل والقعدة دي فيراميز ضمن فيها حقوق وضمن فيها حقوق العيد وفي نفس الوقت شكل حسين الشحات ما يبقاش وهش هي دي بقى الناس اللي بتفك مشاكل عارفك كويس قوي انا بتكلم في ايه ازاي تخرج من القعدة دي من الناس كلها مرضية ده اللي لازم يحصل لجماعة في موضوع الشحات والشيبي صدقوني كل الكلام التاني ده تضيع وقت ايه المحامين بيقوموا بشغلهم ومن حق المحامين ان هو يطلب كل الطلبات ويعطلوا ويعملوا بتاع الحقيقة في العقل والناس الكبار الحل في العقل والناس الكبار طيب في جزء مهم جدا في البيان بتاع الاهلي برضو من تطلق القديم والجديد يعني انقل لهم ايه اللي حصل مين تحسب في موضوع الخطاب واخفاء الخطاب ما اخلي بالكو انا قلتلكم ساعتها لو تفتكروا ساعت موضوع مطش الاهلي والوداد قلتلكم الجواب ده متشال قصد ومتشال قصد تاني متشال مش كده مفيش جواب يا جماعة بيروح اتحاد الكرة رجعوا لي يا جماعة بادي سنوك مفيش جواب بيروح اتحاد الكرة خلي بالكم وبيتم اهماله كده بالشكل ده بزاك لما يكون جواب مهم جايل من الاتحاد الأفريقي بيقول لنادي انت من حقك او بيقول لبلد انت من حق الأندية المشاركة بتاعتك ان هي تطلب ان هي تنظم نهاء البطولة افريقيا بقى وكنفدرالية كان ساعتها الزمالك ومعرفش مين كان موجود النادي الوحيد اللي وصلوا المعلومة وطلب ان هو قدمها في الفاينال هو بيراميدز ليه؟ لان بيراميدز التعامل معهم مع الاتحاد الأفريقي دايريكت لا بيتعاملوش مع الاتحاد الأفريقي عن طريق اتحاد الكرة اللي في المخاطرات يعني ايه حاجات رسمية وكده انما المعلومة بتوصل كده الاهلي اتخبى عنه الخطاب دا وبحيي الكابتن محمود الخطيب رئيس الاهلي انه ما بيسيبش حقنا دي حتى ولو بعد حين مين مين تعمد اخفاء هذا الخطاب مين حرم مين حرم الزمالك والاهلي ساعتها خلي بالكو مين حدش قال للزمالك حاجة كانت زاعتها الزمالك لسه بيلعب في الكونفدرالية لو تفتكروا او بتكملها في الطوط افريقها ابطالة دوري مش يكون فدرالية بتها يقلي مش عارف ابطالة دوري تقريبا مين حدش قال مناعة الاندية من حقوقها انه يتنظم الماتش عنده الماتش عندك والموضوع برضو بيتنامع ليه طب بيتنامع ليه ليه يعني دايما انا بسأل اسئلة كده لما يكون موضوع خطير زي ده صح والنهارده ايه اللي يمنع ايه اللي يمنع ان احنا يبقى فيه شفافية وان اتحاد الكرة لما النادي الاهلي طلب ان بحقوقه في القصة دي وخاطر اتحاد الكرة وقتها وانا فاكر كابتا محمود الخطيب عام المؤتمر وكل الكلام ده كله ليه اتحاد الكرة ما عملش تحقيق وازهر نتائج التحقيق دي للجمهور يا جماعة فلان الفلاني هو المزنب فلان الفلاني هو من تعمد اخفاء الخطاب او الدبارتمنت الفلانية يا عام بلاش تحدد اسم بعينه انما السكوت وعدم الرد بيوصلك برضو للحتة دي يعني احنا لما بنتلع نقول ان اقدرت اتحاد الكرة ده لازم الناس تبقى اصحاب قرار والناس بتواجه وتبقى ناس عارفة هي بتعمل ايه هتوصل للي انت فيه ده هتوصل للي انت فيه ده درس 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 للمسؤولين انا بقولكو الاتحاد الكرة ده درس للمسؤولين ما تقعدش حد على كرسي لما تكون متأكد مليون في المية انه يستحق الكرسي ده وانه يقدر عليه حتى لو سكرتير تنفيذي في منظومة كبيرة عندك انت عايز تنجح انت مصر انت مصر ممكن يكون حد ان اقولكو صورة ان مصر قليلة في الكرة لا مصر مش قليلة في الكرة مصر لا تستحق العشوائية دي ولا تستحق ان ادارة كرة القناة تكون بالطريقة دي تكون بالطريقة دي وتاني احنا هنا من اول يوم قلنا اللو شتة بتاعت نجاح الاتحاد الكرة ده من اول يوم نقعوه في الانتخابات جيبوا متحدث رسمي امنعوا الناس من الكلام في الاعلام اعملوا لجان مختصة محترفة تدير الكرة في مصر وبمعنى كلمة لجان ده انا بقول لجان تسويق بقول لجان مسابقات لجان حكام كله اعمل جيب مدير فني اجنبي تيكنيكال دياريكتور يعمل بريزنتيشن ومشروع للدولة واعرضوا على الناس قلت الكلام ده من اول يوم ولا حاجة انا مش بقول للكلام اللي انا بتقوله على الاقل خب منه حاجة على الاقل خب منه حاجة انما ولا حاجة يعني ما فيش حاجة خلق ما فيش حاجة ما فيش مشروع فالنهاردة انتهى بيك الحل ايه ان انت النهاردة يعني التاريخ هيكتب عليك ان واحد من اسوء اتحادات القرى اللي جات في تاريخ مصر التاريخ هيكتب عليك كده ما فيش ولا موقف اتعاملت معا كويس الا موقف قليلة جدا يعني يعني هي دي الحقيقة فالنهاردة لازم مشكلة الشيبي واحسين الشحات انا في رأيي هانا بوليدة اقول لي حلها لان علاقته كويسة بممدوح وعلاقته كويسة بكابتن محمود الخطيب واكيد علاقته كويسة بسالم الشمسي والناس في الفابوزابي والناس لازم تدخل لانت رايح فين انت رايح فين تاني اخر حاجة عايزين نشوفها ان العيد ياخد حكم او اي حد اي حد مفيش حد اقبل من القانون تاني اشو حد شايفهم كلمة غلط لكن اي حد ما نحبش نشوفه في موقف ضعف او موقف فيه يعني يعني حاجة تقلل من حد كلنا عايزين الناس كلها تمشي كويس وربنا يسطر على الجميع ربنا يسطر على الجميع عايزين نتكلم على الزمالك ومبارات الزمالك والتحليل الفني من المبارات الزمالك وقراء ضيوفي لكن ده هيبقى في الجزء التاني من الحلقة اتعامل متلى فاصل وبعد الفاصل هينضملي جريدو المدير الفني السابق للنادي الاهلي والمدير الفني الحالي للتحدي العاصمة الجزائية اهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونتادة وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل جريدو كانوا يعني جريدو واحد من المدربين اللي سابوا بصمة في الدوري المصري وخات بطولة مهمة مع الاهلي بطولة تكون في دوريليا في وقت صعب والحقيقة يعني يعني معظم الناس اللي اشتغلوا معاه وكل الناس اللي موجودة في الاهلي وقتها كلهم كانوا بيشيدوا بعملوا الكبير داخل الاهلي الناس كلها قالت ان هو مدرب يعني اضاف كتير او بنا اساس للاهلي في طريقة لعبه جريدو مدرب الاهلي السابق ومدرب اتحاد العاصمة الجزائرية الحالي وهو طبعا مدرب بروج البلجيكي 2012 ريال بتيس الاسباني 2013 الاهلي طبعا 2014 والفوس بالكونفدرالية الاتفاق السعودي بعد كده 2016 الرجاء المغربي 2017 ثم بعد كده العين والنجم ورجع الراحل وداد بعد كده تجربة مع الاسماعيلي تجربة يعني قصيرة مع الاسماعيلي ثم الوداد المغربي ثم اخيرا هو دلوقتي موجود في اتحاد العاصمة الجزائرية اتحاد العاصمة سابقا اتركوا عارفين وصل لـ السيمي فاينال ولكن بسبب طبعا تدخل السياسة في الرياضة والكرة اتحاد العاصمة اضطر انه هو يعني ما العبش الموتشين عايز اعرف يعني النقطة دي اصرت بشكل قد ايها او اصرت قد ايها على جاريدو خاصة اي مدرب يعني انا ما يكون خلاص قريب لبطولة وممكن يوصل فينال ويخرج يعني بسبب اسباب غير 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 قروية مؤلمة لأي مدرب لكن جاريدو مدرب كبير كوتش جاريدو انا سعيد جدا ان انت ضيفي وبشكرك على اهتمامك ان انت تبقى موجود معنا وده شرف كبير لنا خير على حضراتكم جميعا الشرف لي ان اكون متواجب مع حضراتكم اه وانا سعيد جدا لاتكلم مرة اخرى مع احد من مصر لان مصر لديها الحب الكثير والتقدير الكبير في كلب الذي لم ولن انساه في حياتي لاني قضيت وقت كبير جدا وعلى وجه الخصوص اشكرك كابتن ميدو لانك لاعب كبير جدا كما اعلم صحيح وعايز اقولك كوتش يعني ان كل المصريين بيحبوه خاصة جمهور الاهل اللي معاك يعني ذكريات اكيد جيدة جدا بالفوز بالكونفدريا الاول مرة فيه تاريخ النادي بشكلها الحديث كوتش يعني قلني بصراحة انا كنت بتكلم ان يعني اكيد الموقف مؤلم بالنسبة لك ان انت تخرج من بطولة لأسباب غير قروية ازاي قدرت تتخطى الموقف ده خاصة ان انت يعني كان عندك فرصة جيدة ان انت ممكن تبقى ممكن ان انت تبقى موجود في الفاينل حسنا في الحقيقة انا حزين للغاية والوضع مؤلم كما ذكرت لان كل الاسباب التي ذكرتها الان اسباب لا تخص فريقي بشيء لا تخصني انا تبعد كل البعد عن كرة القدم كان لدينا الرغبة كان لدينا الحظ ايضا كنا نتمرن بشكل كبير جدا تدربنا وتمرنا بشكل جيد للغاية حتى نكسب هذه البطولة ولكن ما اود ان اقوله لكم الان واضحه لكم اني حزين ليس انا فقط لكن الفريق باكمالي هي يشعرون بالحزن لعدم الفوضي بهذه البطولة التي كما اعددنا لها تمرنا وتدربنا عليها بشكل جاي جدا ودرسنا كل الاخصام ولكن هذا صعب للغاية ان تنافس وتتهد وتلعب وتخرج من البطولة لأسباب ليس لك اي دخلة فيها هذا مؤلم للغاية كما اؤكد كوتش يعني قل لي بصراحة انت كنت بتتكلم عن تحضيرك للمباراة نهضة البركان وانا عارف ان انت واحد من المدربين اللي بتذكر الخصم بشكل جيد في تحضيرك للمباراة هل بصراحة يعني اتفاجئت من البداية اللي بدأها الزمالك في مباراة الزهاب في المغرب وماذا تتوقع لمباراة العودة بكل تأكيد انا يؤصفني جدا ان اقول لك هذا لم اشاهد المباراة لاني حزين كنت حزين للغاية 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 والحضن الذي اشعر به لم يسمح لي ولم تتيح لي الفرصة ان اشاهد المباراة الوضع صعب كبتميدو الوضع صعب للغاية لاننا كنا على وشك خطوة واحدة لنصل ونلعب هذه المباراة النهائية فكيف لي ان ارى واشاهد مباراة كنت اتوقع ان اكون انا واللعبين الموجودين معي فقرارات الفيفا وقرارات الكاف اعتقد اننا تعرضنا للظلم بقرارات الكاف في مباراة نهضة البركان الان هو ما افعله الان علينا ان ننسى ونتناسى وان نكسب كل المباراة التي نلعبها ولكن ما اقوله لك لا اريد ان ادخل في تفاصيل لا اريد ان ادخل في مباراة في قرارات الكاف او كل هذا ولكن ما اريد ان اؤكد لك اننا حزين للغاية يعني طبعا انا مقدر جدا لمشاعرك ومتفاهمها والحقيقة انا لو مكانك برضو ماخدش هتفرج على المباراة لان اصعب حاجة في الكورة ان ان انت يتم اقصائك يعني تجيت لمينيتد او تجيت بالاسباب برق ديك لو تلعب ماتش كورة وتتغلب اوكي ماشي انت بتروح تعرف تنام لكن ان انت انا مقدر جدا شعور الكوتش اخوان كارلوس جاريدو وعشان كده مش هكلمه في الكونفدرلية انا هكلمه في نهاقي بطولة افريقيا ابطال الدوري وتوقعه يعني مباراة الاهلي والترجي شايفها ازاي حسنا اتوقع ان الاهلي هو فريق دائما يكسب يعشق البطولات يعشق المكسب والكل والجميع يعرف من هو فريق الاهلي اتوقع ان هذه البطولة هي مفضلة للنادي الاهلي بكل تأكيد الاهلي لديه العديد من اللاعبين زو الخبرة لديه العديد من اللاعبين المستقرين وما يعجبني جدا في الاهلي هو الاستقرار فريق مستقر نادي مستقر نادي به الهدوء تشعر انك تستطيع ان تكسب وتفوز باي بطولة لما يبدو منهم من استقرار في النادي يعني تتوقع فوز الاهلي بالبطولة بكل تأكيد الاهلي هو الفريق المفضل ليه فبكل تأكيد اتوقع انه خصم صعب للغاية ولكن لا احد يعرف ولكن الاهلي فريق كبير ويستطيع ان يكسب اي بطولة انت متابع انا عارف ان انت متابع جيد للاهلي في رأيك ايه اهم من المميزات اللي اضافها كولر مع الاهلي في الفترة الاخيرة اتوقع فريق دائما وابدا هو فريق متكامل ويعشق الفوز ودائما يسعى الى الفوز بكل البطولات كما ذكرنا المدرب مستر كولر سيستغل كل العناصر الموجودة داخل الاهلي يستغل الخبرات وبكل تأكيد انا كمدرب عندما تكون مدرب الاهلي فانت مدرب محظوظ انت مدرب لديك الحظ لان اللاعبين وخبرة اللاعبين وكل ما هو موجود في الاهلي يساعدك للفوز بالبطولات كوتش جاريدو باتمنى لك التوفيق وبشكرك وبشكرك برة تانية على وجودك معانا كضيف مهم جدا واحد من المدربين المميزين لجومة الدولة المصري شغل كرة بجد عمل شغل كرة حلو جدا بشكرك كوتش جاريدو بشكرك على مدخلتك مدخلتك معانا واضح جدا يعني رجل متأثر مش عايز تتفرج على الكنفدراليا والراجل تكلم كلام مهم لكن اي حد بيدرب الاهلي محظوظ لان فيه منظومة وفيه ادارة وفيه لعيبة وفيه خبرات وفيه اسم وفيه تاريخ وعنده اكيد اكيد عنده حق الادارة الكويسة الادارة القوية بتسهل على اي مدرب على اي مدرب مهمة وتعالى اطلع فاصل واحد الفاصل هنضم لد ودار والشام وعويس وكلام مهم جدا عن مباراة الزمالك قال طبعا مباراة الزهاب امام نهضة البركان بعد التواصل اهلا بحضراتكم مرة تانية في الرومونتا ده وطبعا يعني الكرة في مصر فيها حاجات كتير والنقاط كتير عايزين نتكلم عليها لكن تعالوا الاول نسأل لحضراتكم سؤال على السوشال ميديا بتاعة الرومونتا ده كلها كل البراتفورمز على تويتر وانستجرام وفيسبوك والسؤال ازمة الشيبي وحسين الشحات رأي حضراتكم يتم حلها ازاي ايه الحل الانسب لحل ازمة حسين الشحات والشيبي التصالح ولا الاستمرار او استمرار الشيبي في الدعوة ولا معاقبة الشيبي للجوءه للقضاء المدني عرفونا رأي حضراتكم على تويتر وفيسبوك وانستجرام على الصفحات الرسمية لبرنامج المنتجة لكن هنرجع تاني لإجابات حضراتكم في نهاية الحلقة ونروح دلوقتي لضيوفنا العزاء النجوم الريمونتادة دو دار مساء الخير مساء كابتن عملي مساء عالم في شام مساء فل النور مساء النور حبيبي عويس مساء الفل عويس مساء النور عمي نورنا حبيبي يعني طبعا هبدأ معاك عويس بمطش الزمالك يعني هل انت شايف بكل صراحة ان الزمالك خرج باقل خسائر من المباراة ولا كان فيه يعني افضل من مكان خلينا نقول ان بعد سيناريو اول تلت ساعة اللي بالنسبالي كان كاريسي لا هي افضل خسائر كاريسي ليه ماينفعش رميد وانت بتلعب نهاية افريقيا بالاسامي دي موجودة في الملعب بالخبرات اللي عندهم باسم نادي الزمالك ان انت تبدأ اول تلت ساعة بالوحشة انت بدأت بها ماينفعش من اول دفانيو عشرين سانية الناس جهد تمنتاشر بتاعتك دي في الكرة ما شفتهاش بكده يعني الطبيعي انا شفتك انباله وتا بتتكلم في القصة دي ان الطبيعي ان انت اول نص ساعة اول تلت ساعة دي لازم تبقى كراء على طول الناحية التانية ومتعودين دايما ان احنا في الملعبشات برا دي لازم تبقى اي على طول زميق الفرقة الناحية التانية عشان تبقى ضامن ان ما يبقاش عليك خطورة اه بعد اول تلت ساعة انا مش من الشوط التانية على فكرة يعني الناس فاكرة ان الزميق كانت كويس شو تاني هو بعد نص ساعة بالزبط الزميق بقى فرقة تانية خالفة لما حاس بقى اول نص ساعة دخل فيه الجنين تلغبت اي حد اي حد بتفرج يتلغبت يحس ان اي ممكن اقدر الله يحصل حاجة اوحش من كده بعد نص ساعة بالزبط حاجات شو بسيطة حصلت في الملعب ان انت وديت الكرة بس الناحية التانية ان انت لقالت الكرة في التلت التاني من الملعب بقيت احسن كتير بقى شكلك احسن كتير وبقعت الكرة بتاعت الجزيلي وبعد النص ساعة بالزبط خلاص لغاية اخر الماتش انت راكب فرقة نهضة بركان اللي ساعد على كده حاجتين ان انت نظمت شوية في بداية الشوط التانية عملت تغيير في الملعب نظمت شوية فرقتك مع ان نهضة بركان رده عشر اخمساشر يارضة بالنسبة لي مش مفهومة فركبك كزمالك الماتش تانية دودار عويس اتكلم على البداية السيئة والبداية المتوتلة للزمالك انت كراجل عندك خبرات ولادت الماتشاط دي قبل كده مين السبب في البداية المتوتلة دي هل المدرب والمسؤولين اللي موجودين ان هم ممكن يكونوا يعني في زيادة شحن قبل المباراة من الناحية النفسية ولا الموضوع موضوع العيبة اللي اتنين يا كابتن يعني برضو انا برضو عايز اتكلم في نقطة مهمة جدا ان التحضير نادي الزمالك للماتش ما كانش كويس وعايز برضو اتكلم في نقطة دي لان النقطة النفسية مهمة جدا عند المدير الفن ان ازاي حضر لعبته ان ده بيلعب ماتش نهائي افريقيا في الكونفدرالية ومهم جدا ان انت كبطل ان انت اول دقيقة في الماتش لازم من اول دقيقة لحد اخر دقيقة في الماتش لازم طول الوقت مركز هو ده اللي احنا ما شوفناهوش فاول على الاقل اول 40 دقيقة احنا ما شوفناش لعبت النادي الزمالك لعبت النادي الزمالك راحت المغرب تشوف التاني واتكلموا مع بعض في قط اللبس طبع انت اتكلمت في موضوع التحضير السيء اه طبعا توصوا ديه بتحضير السيء التحضير السيء النفسي النهاردة مثلا انا كنا مع كوبر في المنتخب وميجي نعمل ماتشاط مع المنتخبات بيفراجنا على فيديو بيحضر اللعيبة بيقعد مع كل لاعب بيعايشوا الاجواء انا حاس ان اللعيبة تنادي الزمالك مش عايشة اجواء الماتش لكن عاشته في الملعب نفسه لازم ان انا كلاعب انا عارف قيمة نادي الزمالك لازم ان انا بعارف ان نادي الزمالك ده هو بيلعب على البطولات انا مش رايح ابقى ارد فعلا المفروض ان انا في الماتش ده تكون اول حاجة عاملة ان في اول نص ساعة كن مركز وبين شخصية البطل انا جاي انا جاي اعمل نتيجة ايجابية عندك وجاي اخذ البطولة ده ده مش افنوش بالنسبالي بيبقى سبعين في المية التصريحات بتاعته بتقول ان هو بيلعب البلدية الماتش الجاي معندوش يا كابتن فيه مدربين كده بيلعب باسم ايه مش رايحة لأ مبارح عمل تصريحات ان مش ده ماتش الهيئة جد لازم يبدي الحماس والروح عند اللعيبة تصريحات اللي بعد المباراة ايوة طبعا انت كانك هتلعب بلدية المحلة ما احترام بلدية الماتش الجاي قرماع ده نهية افريقيا ده نهية افريقيا كان لك انت التصريحات دي تكون على الحدث نفسه لكن ده ما حصلش فبالتالي لعيبة نادي الزمالك لي عليها لوم كبير جدا لكن اللوم الاصبر هو تحضيره الفني لان انا كنت شايف ان هو لازم يبدأ بنضايا على حساب سامسون ولازم يلعب بطارية 4-3-3 وان بلح لعب 4-2-3 وعد ومدي لحمة حمد الحرية وانا كنت شايف ان ده غلط وكان لازم ان هو يشتغل زون ويبتدي ان هو اللعيبة نادي الزمالك ومن بعد اتكلمنا في التحضير اني لازم الكورة العرضية لعيبة نادي الزمالك تاخد بالها وحضرتك اتكلمت وانا اتكلمت وعويس اتكلم واتكلم وتيجي ان انت فاول نص ساعة تبقى خسانة 2-0 يبقى انت حضرت ازاي لعيبة نادي الزمالك حضرت ازاي فبالتالي هو اللعيبة دي حطت نفسها في موقف مش كويس وعايز اقولك على حاجة برضو يا كابتن ان فريق نادي البركان ده خادع يعني انا حاس ان ابتدت الناس تطمع تقول ان ده فريق قليل لا ده مش فريق قليل الفريق دوت ما كانتش كويس في المطش لكن مش ده المستوى بتاعه مش ده المستوى الطبيعي بتاعه يعني اللعيبة نادي البركان ضغط الجمهور المغربي عليهم اثر عليهم بشكل بير جدا في الملعب لكن انت هتيجي في المطش هنا يلعبوا بارتحية اكبر اه طبعا يلعبوا بارتحية اكتر بالنسبة له ما يشتغلوا علي هجمات المرتدة فبالتالي وجمهور نادي الزمالك عليه عامل رئيسي كبير جدا في مستوى لعبية نادي الزمالك في المطش صحيح صحيح هشام دودار بيقول ان البداية السيئة للزمالك ودخوله المباراة متأخر زي ما قال ان هو عاش اجواء الجيم جوه المطش دودار شايف ان هي انها تحضير ان تحضير سيئ نفسي للمباراة وانا على فكرة بتفل مع دودار في حاجات كتير انه باين جدا ان العيبة دي ما تحضرتش نفسيا كويس لان الفرقة اللي بتحضرها نفسيا كويس وفي توازن في الكلام قبل المباراة بيبقى من اول كرة من اول كرة مشتركة من اول كرة تانية من التركيز من الكلام مع بعض لكن كلنا شفنا الطريقة اللي بدأ بها الزمالك طبع انت يا شام لو انت العيب وشفت لو انت العيب كبير يعني وشفت ان المدرب التحضيرات مش احسن حاجة او داخل الجيم انت حاسس بقلق كالعيب كبير عند الخبرات هل تتدخل هل يبقى لك لازم ان انت تتدخل في التحضير مين اللعيب هقولك القصة بالزبط حاجة حصرية دايما جوميز ياميدو بيقول ليه لعيبة نادي الزمالك مين اللي هيلعب قبلها بـ 48 ساعة تمام لعيبة نادي الزمالك انبلغت قبل المباراة بـ 4-5 سيام منو هم في القهرة مين اللي هيلعب منو هم في القهرة منو هم في القهرة منو هم في القهرة مين اللي هيلعب مانا بقولك اللي حصل اللعيبة كلها بتحب سامسون ولكن هم مقلقين من فكرة سامسون يلعب قدام فتوح منو هم في القهرة هم نفسهم مش مصدقين لان هم بتفرجوا على الفيديوهات بتاعت نهض البركان والملاقصات وكل حاجة عارفين ان قوتهم من على الاطراف ففتوح مسافر وهو عارف اصلا ان انا هحارب لوحدي الجابهة دي هو الراجل عايز فكرة وده هنا خطأ جميز انا جميز بحبه لكن جميز عنده خطائن في المجرعة بقولك عليهم الخطأ الاولاني ان انت فكرت في نفسك ان انا عايز سامسون يخش للعنق فكده انت اديت تعليمات رسمي ان فتوح انت هتهاجم فسامسون ما اقامش بالدور لان سامسون مش اللعيب اللي يارى فيه حول لك الهايه مش هم ستكلمت فان اللعيبة اتدخلت اتدخلت الشوط التاني حصري دي الكل انا متفق معاوسه اللعيبة بينهم شوتين جميز دخل قال مش ده الشكل اللي احنا اتفقنا عليه انتوا اللي خليتوا المنظر كده انتوا كذا لازم نعاوس اللعيبة بدري بدري لموا نفسهم كلموا بعض شدوا بعض واكبر دليل على كده مش هقولك تفاصيل يعني بس هم كلهم قالوا احنا لازم نشوت تاني الكلام ده لو انت لاحظت الزمالك نزل الشوط التاني قبل نهضة بركان بدري الملعب وقعدوا مع بعض وقروا الفتحة وكانوا مستنين نهضة بركان كل دي رسائل ان احنا الشوط التاني الشوط اولان خلص والحمد لله انه طلع اتنين صفر بس احنا الشوط ده لازم نركز لازم نزبط الدنيا بدليل ايه ان انت الشوط التاني يميدون نفس اللعيبة نفس المدرب لكن اداء مختلف تمام قصة كلها انا متطفق معك النجوميز ساعة في الارتباك ده بلعبه بسامسوند ساعة في الارتباك ده بلعبه بحمدي والشوط التاني ان انت كل اللي انت عملته ان لما نعضل بركان وصله للجنة التاني هم مرعوبين هزبط لك ليه هم مرعوبين هو الارباع اللي ورا بتوعه حمزة المساودة باكليفت رسمي بيلعب جنبيه دايو اللي هو البوركيني بيلعب عبدالحق عثال مساك عدل تحييف اللي لقى من برح باكرايت هو مساك أصل طول السنة الباكرايت بتاعهم حمزة الاسمومي تمام ده الباكرايت الاساسي فانت اكد انك لعيب تحسام عم يجيب باكرايت ليه انت بتدي اشارة ان انا عايز اوقف الجابهة دي ملعبك القوتك اساسا الباكرايت مع الهاف رايت الباكليفت مع الهاف لاف انت ده ما اتهم برح بان انت تلعب يوسف الفحلي بس لازم لعبت نازل اماريك لو هي مزاكرة كويس اول لما تشوف مساك بيلعب باكرايت انت يصلك الرسالة ان هو خاف منك اكبر دليل انت لما الجون التاني دخل زي ما عاووس قالك رجع الورا ولما الجون طبعا ولما الجون بتاع الجزير يدخل ما ينفعش ده يبقى رض فرقة على ملعبها هم استسلموا راموا المندي لا هم ما مستسلموش انا في رأيي ان معين الشعباني عزاكي جدا ولا عارف الفرق القدرات لو سامن ساعات لزيزه والجزيري هيتقطع لان هو الوقت اللي هو راح لها بخطة فاعمة قدم سنة وبتبدأ يضغط الجزيري بقى لعين تاني لما خرج التغييرين اللي هو عملهم برضو في اخر ربع ساعة ده برضو خل الفحلي والمرابط الفحلي والمرابط كان لازم ان روها برضو ريحنا شوية وكان لازم يبقى ناتذ مالخبالك كان يقدر ان هو يتعادل كان زي ما انت قلت ان كان ممكن النتيجة تبقى افضل من كده بكتير وده عشان بيأكد كلامي ان اللعيبة فوقت بعض ما بين الشطين فيه النهائيات فيه النهائيات وانا تكلمت في النقطة دي الحلقة اللي فاتت ان لازم الحداشر لاعب يكونوا على قلب رجل واحد في الملعب وتركيزهم من اول دقيقة لحد اخر دقيقة النهائيات ما بيجيش الشط التاني اللعيبة ما تفوقش الشط التاني وده اللي يعلمنا ان المطش اللي هنا انت لازم من اول دقيقة لحد اخر دقيقة تكون مركز ودايما طول الوقت انت بتلعب على الهدف ماينفعش ان انت كفرقة تفوق الشط التاني ماينفعش هو بصوا جماعة انا قلتلكم بارح بقى اي الكلام تاني النهار ربنا مدي جميز العادلة الصحة رأس حربة بيجري في مساحة والعيد نمر عشرة بيلعب تسعة ونص جزيري تسعة وسامسون تسعة ونص وفي المطش اللي بره ده ما فهاش كلام اللي بريمان ده عزيزي ونجة بيرفع ونجة كمان ده ما يقول لعبة تحولات والناس تخش متأخر انا انا بقول ان مفتاح فوز الزمالك بالكونفدرالية وباما البحث حتى لو بعيد لازم المطشت ع العودة اللي جاي ده به خبراته الكبيرة في الحتة دي لازم يلعب عشرة وسامسون يتشل الشوت التاني ده مطش بتاع خبراته وبتاع العيبة تعرف تلعب العتة دي بتقوم بدور الدفاعي وبتقرف تستلم الكرة بين الخطوط سامسون مبيعرفش يستلم الكرة بين الخطوط ده كويس اللعيب الوحيد اللي بيعرفوا يستلم الكرة بين الخطوط، ناصر وعبدالله لو لعبوا عشرة إنما سامسون بينزل يستلموا الكرة لتحت حمدي بينزل يستلموا الكرة لتحت أنا بقول لكم يعني الأزمة الحقيقية عند الزمالك في أول تلت ساعة في المباراة إن اللعيبة بتاعت الديفنس فيه سازاجة طبعاً إنها بتحاول تلعب الكرة قصيرة بتضغط عليهم بتقطع ده نمر واحد نمر اتنين إن هم مش لقيين نمر عشرة يطلعوا عليه يكسروا الضغط بتاع نص المالحية مش موجود يعني أنت النهاردة أقول لكم الوقت اللي العيبة بتتدايلة بتاعت نهضة المركان ابتدت تروح على دونجة وشحاتة هنا دور اللعيب نمر عشرة إنه هو لازم يخوفهم من هم يطلعوا ضغطوا فوق حمدي ما كانش موجود في الوقت ده يعني حمدي في الوقت ده كميل ناقت الشمال خلص وسايب الحتة اللي هي اللينكب دي سايبة هو ده اللي واجه المشكلة يعني عايز أسألك يا دودار الناس انتغطت حسامة عبد المجيد جامد انت سايب ان ده شايف ان ده انت قد في محله ولا ولا لا يعني ما ينفعش ان حد انتقد اللعيب دلوقتي أنا بالنسبالي أي حد زمال كاوي وأي إعلامي محايد محترم مقدر نادي الزمالك إنه ما حدش دلوقتي ينتقد أي لاعب ويتكلم على أي لاعب في نادي الزمالك ولمطش بعد إسبوعه أنا شايفه خيانة إن انت تتكلم على لعيبة وتتكلم تقول إنه حسامة عبد المجيد مدافع لا يصلح في نادي الزمالك والمفروض يمشي السنة الجاية وتروع على عواد نادي الزمالك محايد محتاجه ميلا الكا نقول في نادي الزمالك نا في التلفزيون وانا قبل ما جي سامع إن سامسون ده كمين وما ينفعش إنه أصلا يكون موجود في نادي الزمالك ده مش وقته إحنا ننتقد اللعيب أنا بنتقد اللعيبة كده كده لكن أنا بنتقدر في وقت زي ده المفروض إن كل الناس المصرية اللي موجودة في كل القنوات يخلوا دايما قدامهم اسم نادي الزمالك النهاردة لما أنت تقول على عواد أنت لازم تمشي النهاردة تقول على حسامة عبد المجيد لازم تمشي النهاردة بتقول أنا أصلا ماشي أنا معاك أزو دور بالسنة تا ممكن تنصح اللعيب يعني أنا معاك طبعا إن الناس ما ينفعش حد يقول إن حسامة عبد المجيد لازم يمشي وكذا لكن أنا في وقت من الوقات اللعيبة بتبقى محتاجة فصحة وخلي بالك أنت اللعيب النهاردة إن هو مثلا أدى أداء سيء في موراة الزهاد وما لقاش رد فعل ماشي العودة بالنسبة له هيبع عادة ماشي العودة ده لازم من الجمهور من الجمهور رد الفعل ده منعما طبيعي إن الجمهور ده أنا مش بتكلم على الجمهور بتكلم على الإعلميين أو النقاد أو المحللين الجمهور يقول اللي هو عايزه في الآخر ده جمهور من حقه يتنرفزه من حقه يقول اللي هو عايزه لك أنا بتكلم على الإعلميين والمحللين والنقاد ما ينفعش إن أنت في وقت زي ده نقلل من اللعيبة وين ماشيهم دلوقتي في سبيل إن إحنا كلنا لأتكاد أخد بالك مع الأهلي برضو هنعمل كده يعني مع النادي الأهلي برضو بيمثل مصر هنعمل كده فلازم الكل يكون مخط هنعمل إيه لو النادي الأهلي فيه لعيبة مش كويسة هنعمل كده برضو وهنعمل سكت لحد آخر ماتشه والحساب إمتى يا كابتن ميدو بعد النهائي الحساب بعد نال إن لسه فيه ماتش تاني وفي نقطة مهمة برضو دولار إن اللعيبة يعرف ما هو وحش يعني حساب المجيد أكيد أو أيان كان مين أكيد بيراجع نفسه أكيد هو عارف إن هو ما كانش أداء كويس وأكيد هيراجع نفسه فمش محتاج كمان هو حساب ما عويس عمل كده يعني حساب لما تعرف لامتخاضات كبيرة في وقت من الوقات كفر على نفسه وركز وتمرر لوحده وصابت أكله وكل حاجة ماتش الأهلي كمان هو في ماتش صح صح وإنت اتكلمت في القصة دي طبعا فالطبيعي إن إحنا دلوقتي كعلمين أو ناس بتطلع في تريوزون أول لازم يبقى كله لازم يبقى بيدعم إنت خلاص الماتش يوم الحد الجاي بعد كده بأتكلم زي ما إنت عايز ماتش مشكلة لكن إنت خلاص إنت الماتش الجاي وغير كده نيدو إنت القايمة كلها على بعض إنت متفرج على ذكة نادي الزمالك المبارح وإنت بعد بتفرج كده مينها؟ طبعا نزل مين إنت متدعين الفاتوح إنت دلوقتي بتقول إن إضايح إنت أقول لك مفاجأة أقول لك مفاجأة أقول لك مفاجأة مسلوسي زيزو عمر جابر بيلعبه هم مصابين دونجا بيلعب من نهاية الشوت الأول عنده تكة في الخلفية دون مسافرين مصابين وبيلعبه ودونجا من نهاية الشوت ماشي يعني ربنا نكون فاهم جميس طبعا وفي لعيبة وفي لعيبة أنا مش هقول لإسمها دلوقتي بعد البطولة إن شاء الله يوم 19 وهي بيضة في لعيبة مستطلعش تستلم الكاس جوه القيمة لإن هي هربت من المباراة ومش هقول لأسماء دلوقتي لأ هربت لما يبقى أنت عارف إن في لعيب مصاب وإنت مش عايز تسافر تمام؟ أنا مش هقول لأسماء دلوقتي بس هي ما تطلعش بقى لو الزمالك ربنا كرم وبطولة وياخدوا البطولة تطلع تمسك الكاس وتعمل فيها إيه؟ تعمل فيها إن انت كنت واحد من ضمن القيمة لأن الناس هتقول أسامي كتير هيددار يقولوا أسامي كتير وإن أنت نفعش أقول أسامي لا أطلعش بطلن يعني يعني كلمنا بفكرة كويسة اللي هي القفل على الفرقة والربط وإن القفل على الفرقة مهم جدا أنا أتكلمت فيها عن نفس يعني أتكلمت فيها مبارح وقلت إن مهم جدا إن ما بقاش في دوشة حوالين الفرقة يبقى فيه مناخ صحي للشغل هل يوجد نظر يعمله معسكر؟ يعني لا يعني معسكر 48 ساعة أربع تيام أتكلم لازم أربع تيام حمد طول نهادي الزرق بس هنا حاجة برضو عايز أتكلم فيها يا كابتن ويعني برضو هي لفت انتباهي أنا كلاعب في الملعب ببقى دايما حابب إن المدير الفني هو هو اللي يوقف على الخط وده ميشتغلين من أحمد مجد أحمد مجدي من المدربين الشاطرين جدا وليه مستقبت برجل أحمد مجدي الفترة الأخيرة الفترة الأخيرة بقى يوقف على الخط كتير جدا وده لازم يعمل كده في وقت من الأوقات في المطشة وده دور المدرب العام لكن أنا بقى بقى حابب دايما بس هنا مجدي يوقف جنبه عشان يترجم للناس كابتن مهدي مصيبة برضو يعني ماشي أحنا نتكلم فيه مصيبة لكنا نتكلم إن المدير الفني مترجم فيها كابتن من المهاردة المدير الفني طول موقت الموافرية كابتن كان في وقتها كان معاه مترجم صح لما بيحتاج المترجم بيجي ترجم للناس لكن وجود المدير الفني على الخط إن يكلم اللعيبة ويبقى واقف على الخط دي بالنسبة لي بتبقى أفضل من إن يكون المدرب العام طول المطش واقف طيب أنا يعني هنخش بعد كده هنتكلم في حاجات تانية مهمة لكن أنا أقول لكم بصراحة رأيي في مبارات الزمالك أنا قلت كلام من بالها لكن الكلام الحقيقي بيقول إن الزمالك ما بدأش بجيم بلان كويس الزمالك ما كانش عنده تحضير الناس دي لو ضغطت علينا هنطلع إزاي وناخد الكرة التانية فين ونضرب الناس إزاي الزمالك حتى ما كانش عنده شيء في النهاية الدفاعية أنا معجبني جوميز مثلا في مطش الأهلي إنه كان مسقط أوباما من تمام مع ندفد فكرة فكرة إن انت مش عارف تطلع الناس من قتة دي الزمالك ما كانش عنده كده على فكرة في أول تلاتين دقيقة الزمالك كان بيلعب إيه الإنجليز يقولك all over the place بيلعب كده وربنا سطر ربنا سطر للتالت إن فرقة نهضة البركان مش فرقة قيلة صح أقسم بالله إن الفرقة دي لو فرقة 2019 أو بالربع ساعة 3-0 إنسى عايز ترجع الجيم بقى إيه ترجع وريني ترجع إيه لما القطر يعدي في الاستوديو ده مش هترجع الجيم خلاص النهاردة ربنا إدى لعبت الزمالك هدية إن هما يقدروا يفوزوا بالبطولة في مصر بص كلامك دا وانت مؤكد أنا بقولك الزمالك ما بدأش بجير كلام خلاص مفيش أي شيء ولا الناس الوينجات مش متقاتلها تعمل إيه في المواقف الدفاعية وال double up أنا بقولكو أساني بعرف فرقة القرى اللي متقلها كلام الفرقة دي ما كانتش متحضرة إن هي تبدأ المواتش بشكل كويس بص اللي انت بتقوله ده أنا محضره سبحان الله أنا محضره لك شريط صور في الثانية 28 اللي انت قلت البداية عشوية عشان كده أنا بقلوه مع اللعيبة واللي ساعد أنا متفق معك إن اللعيبة ابتدت مغدودة وإنه جميس ساعة في فكرة إن إنت سيبت فتوح وده اللي إنت هتشوفه كصور وإن ربنا سطر ربنا سطر إن اللعيبة دي سبحان الله انت قلت نقطة مهمة جدا التحضير والقرية تمام إن إنت اللعيبة دي كلنا قلنا هنا إن بيعملوا ضربات جزاء هم حاولوا في واحدة بتاعت الفحلي وبتاعت المرابط اللعيب إن الهدية الثالثة إن الكرة بس بصراحة ضرب الجزاء لا دي بس إنت قبلها هم هم نهزين وإحنا دي لازم الزمالك هنا يبقى بلغة الكرة صيعة هم من أول ثانية يميدوا أي حاجة في فتوح دي الكرة الأولين يميدوا بصوا يميدوا الكرة دي في الثانية ٢٨٨ danke دي في الثانية ٢٨ حسام عبد المجيد هو اللقرب للخط برا سامسون فتوح هنا الكرة تلعبت اليسين البحيري سولي Kendall Ill prap الفحلي داخل الصورة اللي بعدها بصوا يميدوا وصلة للفح tracking كل ده في الثانية ٢٨٢ إنت حسام عبد مجيد طلع بتعمل ايه برا فتوح ما كانوا سامسونج هنا بصوا الكرة دي وصلت للفحلي لول هاشحاتة الكرة اللي بعدها تخيل هنا رح العمل الباص مثلا للبس بورتقانى على حدود الستة له اشكل طبعا اه بص دي بص اللي بثبتك النهاه باكدلك هما بيدوروا علي ضربت الجزاء بص الصورة اللي بعدها uh! بص الصورة اللي بعدها واها هم بيتوار يولن اللي بعدها اللي بعدها لمرابط بيم السل ضربت الجزاء اللي بعدها سورة � shade معم ميجين دي بتاع تضربة الجزاء دي بتاع ضرب الجزاء فهم شغالين عارفين احنا نزلين وقلنا هنا سبحان الله قلنا يا جماعة الكام الفار برا لو حاجة خمسين خمسين ما بيشغلش عقل طيب بالحديث عن الحكام بالحديث عن الحكام يعني عجبني جدا هايسن فاروق لما قال في الستوديو ان فين الضمير المهني الحكم التونسي حكم في كرة شحاته وفين يعني اقل حاجة ان انت تبعت للراجل تيشوف الراجل ما شرفهاش ضرب من غير كرة طار دراسمي فاش كلام عجبني هايسن فاروق ان هو كان on the spot يعني ادو اذا ولك اطار دراسمي علي الزمالك عبد المطش كان معطرة دراسمي على الحكم التونسي عشان هو كان الحكم بتاع النهائي بتاع نهضة بركان وبيرامد يعني اذا ولك معطرة دراسمي على الراجل لا بازاي والحكم بتاع الفيار اللي جاي هايبقى ده خامس مطش يحكموا النهضة بركانة السنة دي في كنفضان ما هو ده مش طبيعي ما هو ده مش طبيعي خامس مطش طبعا يعني كنا سألنا حضراتكم سؤال في بداية الحلقة على السوشال ميديا رأيكم ايه الحل في موضوع الشيبي والشحات هل وكانت الاختيارات لحضراتكم التصالح ولا استمرار الشيبي في الدعوة ولا معاقبة الشيبي للجوء للقضاء المدني وكانت يعني نتائج ردود حضراتكم علينا يعني زي ما حضراتكم شايفين ان التصالح سبعة وعشرين في المية استمرار الشيبي في الدعوة واحد وخمسين في المية معاقبة الشيبي اتنين وعشرين في المية ده ده الراية نطلع من القصد دي قزمة خليبان نطلع منها ازاي لو انت راجل انت انا عارف ان انت راجل ابن بلد وفيه حاجات تتحلع بالطريقة دي يعني انا فيه حاجات ما تتحلش الا كده صح بص الحل عندنا الحل انت اتكلمت في نقطة مهمة جدا انا جبت النقطة الاولانية ان كان لازم اتحاد القرى من الاول ان يعاقب اللاعب على الاقل عشر ماتشاط وكانت الامور ساعتها كانت تهديد فالحل ده ما حصلش انا دلوقتي في المشكلة لما اولد الوقت انا بقى كلمة كابن بلد والحل عندي وما اعتقدش حد قاله مهم جدا 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 في المواقف اللي زي دي يكون يطلع وفد من نادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيل ويكون معهم حسين الشحات ويطلعوا على نادي بيرامدس اللي اعتزار للشيمي لاني ده الشيبي لان الشيبي اتغلط فيه والحق بتاعه لسه ما كاشتعد دلوقتي يعني ليه فكرة اللي اعتزار فكرة اللي اعتزار هو رابع رفع قضية على حسين الشحات صح؟ بالذات ليه حسين الشحات النهاردة ما يقولش يعني حسين الشحات ده يعمل اعتزار راسي مين؟ لأ كابتن النهاردة لما ابني غلط انا لازم ان انا كأب ان انا احمي ابني وحبس عليه طبا الاهلي عمل كده عملت بالعقوبة الاهلي عمل كده ان هو عاقب حسين الشحات خصم منه فلوس عاقب عمل خصم هو انت شايف ان الموضوع محتاج خصم انا اضرب واحد بالقلم محتاج خصم فلوس ولا يبقى من شهم الكبار والبعد عن الكبرياء من النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب لان الموضوع حسين الشحات هي تعاقب ممكن يتسجن عشان ما انت بالصورة فهل احنا هنرضى بحاجة زي كده؟ اكيد لا انا هو واحد كأزام الكوه عمري ما ارضى ان نلاعج في النادي الاهلي هو يتسجن لكن انا نشايف من شهم الكبار ان كابتن محمود الخطيب بوافد محترم لنادي بيرومتز واعتقد ممضوع عيد انت شايف ان ده مش تفوش تقليل يعام الاهلي الشيبي ده بيتعرض لمواقف في الشارع مواقف مش كويسة مش عايزة تكلم في حاجات في حاجات ممكن تزعى الناس كتير جده عندك انت اخبار بكه؟ اه طبعا معلومات يعني؟ اه طبعا قاعد في التجمع والخامس في حد في قافيه مرضىش يدخله القافيه انت بتتكلم في ايه؟ فاللي بيعمله ده كل ما الموضوع بيطول كل ما اصلا خطر على اللاعب لان جمهور الاهلي ده جمهور كبير في مصر كلها جمهور الاهلي عارفين ان مفيش حد فوق القانون وعارفين ان اي حد انا من وجهة نظري الوذد لو طلع ده رأيي كابتل محمود الخاطب ده رأيي واحسين الشحات يبقى معاه المهندس محمود ضوح عيد ويروحوا نادي بيرامتز واحسين الشحات يعتزر قدام الرأي العام كله صدقني صدقني الموضوع خلص انا رأيي برضه دودار ان الموضوع ما ينفعش يتحل إلا بقعدة من الناس الكبار صح وانا رأيي ان يعني الموضوع لازم يعني يبقى ليه حل ودي لان هو ملوش حلول رسمية على فكرة يعني يعني اوك يا صاحك سؤالة عنده؟ مالاش او دلوقتي لو حسين الشحات لو قدر الله خد حكم هم همم همم لو الشيبي ما تنزلش على حاجة زي اي واحد بياخد عليك حكم انا فهم انا لو هو مش جدع لأ لا انا بكلمك انا كحسين الشحات � التطبيعي ان انا بقى لجري ان انا ساعد ان انا ان اح Lamb لكن انا هستنى ان اطلبك لو خد ححم مش هديبقى عندك قدامك حل تاني غيرrier كحسين غيرا ان انت تحل ودي طب ما حل وودي من دلوقتي ما حل وودي من دلوقتي ما كبيرش دلوقتي طب ما ممكن يكون اللي أنا فاهمه إن الشيبي بيقولك إن لازم يتعاقه يعني بيقولك إن هو النهاردة لازم إن الشيبي ومن وجه يتنظره إن التحدي الكرة باخدوش حقه أنا أقولك أجدوه أنا حاسس إن الشيبي عايز ياخد حق وهيصلح يوه يتنظر لو أممكن يبقى جوه نفسه أكيد مش هيبقى من جوه عايز حد يتحبس أنا بقول إن هو ممكن يبقى من جوه نفسه إرجعلي إن أنا عرفت أخد حق لي وبعد كده لو عايزنا أعطي صلحك أصلحك ليه بحصل الشرحات من دلوقتي ما عملش كده يعني ليه من دلوقتي ما حاولش أعمل الكلام ده رايك يا شرح بص أنا شايف إن الترتيب الإحصائي اللي أنت عملتها سليم 100% هي سبحان الله يعني ده رأي الجمهور رأي الجمهور كنسب ناس فعلا بيتكلمه بأمان إن هو الشيبي خدش حقه حقه مش قضي سجن ولا أي حاجة أنا قضي إن لجنة الدباط مدتش عقوبة وده اللي قاله جوا التحقيق قال خلاص أنا ما عنديش مشكلة المطش اللي جاي همسك أي لعيد يضربه بالألم تمام؟ عارف إن أنا هتوقف مطشين وعشرين ألف جنيه لو هي دي العقوبة فمشكلته مش مع حسين الشرحات حسين الشرحات حتى بعد المجرى رحله هو توقع هو توقع إن بعد بعد القصة دي إن لجنة الاندباط أو لجنة العقوبات لجنة المسابقات تمام؟ عشان الدين انت عارف في مصر مش باهمين حاجة دي مين اللي بيقوله بتاعه تمام؟ إن مثلا إيه؟ أربع مباريات خمس مباريات عقوبة فلما لقى اتنين ده مشاط ده ميلة بتاع قط النفس في نادي الزامريك خد أربع مطشات لعيب محمد ناصر واللومان بتاع الإسماعيلي راح يعترض على الحكم خد أربع مطشات سب الدين والألم بمطشين ما برضو في حاجات تجن منه فأنت دلوقت اللي أنا عايز أقوله لك يا ميدو إن اللعيب ده لو كان شاف إن فيه وتخلص إنت المشكلة كلجنة من الأول بعقوبة مستحقة الناس لازم تفهم إن هي مستحقة ما كانش حاجة حصلة لكن إنت ولا فيه عقوبة وفي نفس الوقت مفيش احتزار فإنت لو إنت أقولك حاجة لو الشيبي كان عمل كده في حسين الشحات أو شيكابالة أو عمر جابر أو عبدالله السعيد في العيف أهلي وزمالك كان ينفع لجنة العقوبات تعمل على الشيبي عشان ضرب العيف في الأهلي ولا زمالك مطشين وعشرين ألف جنيه اقسم بالله بلد كتولعت بلد كتولعت ولعت أنت فهم يعني مثلا لو الشيبي ضرب هو اللي ضرب حسين الشحات ده كان تم ترحيله لو ضرب شيكة ولا عمر جابر كان تم ترحيله لكن مفيش حاجة اسمها لعيب من زمالك ولا لعيب من الاهلي لما يعمل حاجة اسمها هي اخذ مطشينا عشان نخاف من الجمهور اقولك حاجة وأنت وجهة نظري انت. لا او بيقولك انت طبقت اللايحة الا ان اللايحة مش وطحة انا هو بيقولك انت طبقت اللايحة يعني هي لايحة على مينة بتاع ادت لا اهم اهم هي شعبين القصة مططية ورمضية وذا اللي انا قلت يعني بيجي يقولك مثلا ايه ان لقت الاقواب بتقول ان المرائب طالما كتب ان فعل مشين ان انا من حق ان انا ادي من اتنين لستة فهو دلوقتي بقى عايز يدي اتنين يدي يدي اربعة يدي يدي بصا ابيد اقولك حاجة انا لا انا اتمنى والله العظيم وجه اتنظري الشي بدي اعارفها ايه دايه لو تم حل لجنة الانضباط اصلا لجنة الانضباط ما لها اصدق لجنة مسابقات اه مسابقات انا ممكن بغلطان في العظيم اعارف ليه اصلا لجنة الانضباط ما عمانش حاجة لجنة الانضباط جالها الكيس واحد سألها الفيفا ايه موضوع ايه موضوع ان لازم كل حاجة تبقى عن طريق المرائب لا 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 لو انا لاتي الفيديو حدش هتمي موضوع المرائب ده محطوط يا عويس عشان يبقى الدنيا عشان تبقى الامور تحت السيطرة ايه افهم كلامي بس موضوع مرائب ده مين معينه موضوع الكورن يعني انت النهاردة ليه تسيب ان المرائب يبقى هو انت بالزبط هنا بتكلم بأنا قليلا انت كخصم او كنادي او كاداري او كاسا انا قسم اتصارى فيديو آخي عارفش عرفني انت قلت ايه للمرائب والمرائب كتب ايف تقريبه انه انه ايه انا انا حشكك في امانة المرائبين لان خالص مش ديكك للك المرائب في الاخر رجل بيروح يرقى بمباراة و بياخد فنوس من الاتحاد الكورن صح؟ يبقى هو تابع لاتحاد الكورن يبقى هو هنا ايه؟ هو تابع للاتحاد الكرة يعني مش هو اللي اتقال رأيه في موقف زي ده خاصة ده ده عوز يقول انه هو موقف واضح للجميع اللايحة بتاعتك لايحة مغلوطة ولايحة معمولة غلط ولازم يمشوا ولازم يمشوا عارف ليه الشيبي ده ممكن لو حسين الشحات قال له انا آسف وعادة عرب وبتاعه واللجنة دي مشت انا بقولك الشيبي عارف ليه انت لازم تديله حقه انا اتضربت بالقلم وتسبلت دين انا مش عايز احبس حسين الشحات اكيد كبشر وانا لو وصلت لللاين الاخير انا بقولك هو هيتصالح كبني ادم يعني تمام فانت لازم تديني حاجة يا ترجع تعيد تغليز العقوبة انا ههدى يا اللجنة تمشي فانا ههدى وانت لازم تديني حالة ولا ده هيحصل لازم تديني حالة لا لا في حال لا هيحصل لا بس ولا مش مش اللجنة هتمشي ولا تغليز العقوبة هلا بكايمك وعليش هو لجنة ما تعمل كده لما لجنة تعمل كده هو انا اصلا قصق فيها ازاي طب اقولك حاجة بعد مطش البلدية والآه مش كان فيه مرائب وفيه بتاع صح؟ هو مش حصل خنائه في الملعب بعدية حتش طوال ها؟ حتش طوال انا مستني التقريب يعني مستني التقريب يا مصر كلها شابت يا مصر كلها شابت طول ما هي ماشية بمرائبين وطول ما هي ماشية بمرائبين انا ماشية بمرائبين عارف اميدو سريعا اره جمهور نادة الزمالك اي حاجة بتمس نادة الزمالك حتى وانت ابتتكلم في الصاحب ييدعل الجمهور النادي الاهلي بتتكلم في الصاحب ييدعل احنا ما يهمناش الرياضة فيها شقين في وحد فاهم رياضة وفي وحد عنده احتقان وعصب احنا بنتكلم في الى الوايح انا آپ نتكلم في الاصول بس في الاصول الصح انا اسول بقى في الوايح والمواطحة على الجميع وأقولت الكلام ده في بداية الموسم إنه لازم اللوايح تتعدل انسوا فكرة المانويل إن أنا أكتب حاجات بأدية وانسوها خلاص إحنا في 2014 كل حاجة بسحقة واضحة ولازم بأن ما فيه شفافية اللي عامل اللي احتقامنا بين الأندية إنه ما فيه شفافية الناس مش فاهمة إيه القانون إنما النهاردة لما تطلع قرار وتروح حاطت كده إيه بص في عين أي حد قول لهو أنا معرف لك أهو معرف لك إن تجاوز ده كذا بكذا وده كذا بكذا زي ما أنا عاربت لحضراتكم قبل كده لايحة العقوبات في الدولة السعودي عاربتها فيه فهرس لللايحة الفهرس ده معرف كلمة كذا تعود على كذا هي دي اللايحة الصح اللي تخلي أي حد يخش قدامك أهو إنما تقول له أصلا أنا من اتنين لتمانية وروحت جبت حاجات وملقتش فيش يا جماعة انتوا يا جماعة انسوا الزمن اللي فات بتاع التعتيم ده إن أنا أجل شوية بتاع انسوا انتوا بتتعاملوا مع جيل ومع ناس دلوقتي بالعالم الخارجي يعني زمان زمان كنا بنجيب الجوان بتاع الدوري الإنجليزي على القناة الثالثة كابتال محمد وطيف الله أرحمه كان بيقولك إن شايفين اللي عايب بيطلع دخان من بقه وكذا وده مولع وإحنا كنا متصدقوا لأن احنا كنا غلابة ما منشوفش حاجة عني خالص والله كان زمان كانت الحمد وطيف الله أرحمه كان بيقولك إيه يقولك شايفين اللي عايب محترف إزاي مولع بيطلع دخان من بقه وانا لو هاشم ابني وقف في البرد هيطلع دخان من بقه بس إحنا كنا متصدقوا لأن احنا ما هو إنما دلوقتي تتعاملوا مع عجيل متعلم كميرا غير إن هو متعلم الناس شايفين اللي بيحصل في إسبانيا وفي ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا والناس بتعاقب إزاي ومين كذا وبتاع مش هتعرف تضحك عليه انتقف أكبر دليل عليها ميدو إن زمان اللي عيب الكرة كان النادي كان زمان اللي عيب الكرة ممكن ما يدلوش مستحقته تسعين سنة هو مش فاهم إن هو من حقه بعد مرور شهور معينة لو لجأ خد فلوش كان زمان ما زمان ممكن تلاقيه ده بقى دي ثمان شهور معبطة هو بص أهم حاجة إن إحنا بلد يعني نظام الكرة في مصر والقوانين واللواقح اللي محطوطة أول بلد في العالم قوانينها ولواقحها تبقى عنصرية ضد أبنائها يعني إيه؟ الشيبي ده لو مصري أقصم بلا ما كان خد ولا ولا حد كان هيروحهم مطلعين بس هو عشان أجنبي عشان أجنبي الراجل عارف ياخد حقه كوي إنما لو لعيب مصري ما كان كانت رعب بتقول كذا إنتوا لازم تدوا اللعيب المصريين حقوقها إحنا بنطالب بعدم العنصرية مع اللعيبة الأجانب لأن أنا عشت وشفت وعارف يعني أنت تعيش في بلد غريبة وكل الكلام ده كله لكن فين بقى اللعيب المصري؟ فين حقوق اللعيب المصري؟ اللي بيتفسك عقده واللي بيتم اختاره قبلها بخمس شهر يوم كل الكلام ده ضد قوانين الاتحاد دولة كل ده ضد قوانين الاتحاد دولة اشتعرفوا الاتحاد دولة بيقول إن أي لعيب مهما كانت جنسيته من حق إنه يحصل على عقده كاملا حال فسخ عقده من طرف النادي حقه يعني أنت نهارده لو أنا مقصتها 4 سنين زي زي أجاية وفابريسيو والناس اللي طلبت دي ليه مبقاش مصطفى ومحمد وأحمد والناس كلها لما لما نادي النهارده ييجي عليه ويدمر له مستقبله لقرارات خاطئة أو قرارات متأخرة أو قرارات متأخرة فين حق اللعيب المصري؟ مش موجود لجنة فض المنازعات تاني اتحاد الكرة رافض إن هو يأسسها لإن هي فيها ست أعضاء بيرشحهم جماعية اللعيبة المحترفين وتاني بأكد إن هما بسبب إن هما مش عايزين يتعاملوا مع كتب مجدى عبدالغاني والكلام ده قلته قبل كده موقفين لجلة فض المنازعات عالفين لجلة فض المنازعات إنهم موجودة هدودار كل موظم المشاكل دي مش تبقى عندك لإن دي شغولتها إن هي تفلتر المشاكل قبل ما تبقى همي دي ممكن يدحكك همي دي ممكن أضحكك همي دي ممكن أضحكك همي دي ممكن أضحكك أبدا يقولك إيه هو أنا كلعيب كرة كلعيب كرة المفروضة أستنى حقي صح؟ أصق إزاي في ناس بتستدعيني يوم المطش مرتين 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 مطش الساعة 4 إحنا عايزينك الساعة واحدة أنا أصق فيك إزاي وإنت جوه المطبخ يلا إن شان بشكرك أنا بشكرك كابتن دي ميدر عوز بشكرك عوز بشكرك وإن شاء الله الأمور توصل لخير وإن شاء الله الأمور دي الموضوعات أنا هتدخل أنا هتدخل أنا هتدخل أنا هعرف يا حبيب لا إن شاء الله خير بإذن الأمور تقرس والناس تحس بالعدالة وتحس إنها وخد حقوقها لأن أكتر حاجة بتخلي البني آدم يحزن الإحساس بالزلز إن إنت لا خدتش حقك مش معنى كده إن الكلام ده في تشفي على حده لا أف إعمل قانون لوائح إدي الناس حقوقها تلقتربع المشاكل اللي إنت عايش فيها دي مش هتبقى عايش فيها لكن أنا أقول لكم حقيقة الكرة في مصر في ناس مصلحتها إن الكرة المصرية تفضل عايشها في مشاكل على طول قلتلكم الكلام ده من كم سنة في ناس مصلحتها إن المشاكل دي تبقى موجودة وإن نفضل موجودين في العق كده نفضل زي ما إحنا كده لازم ناس تجي تقول إن لأ لازم بيقى فيه قوانين وفيه لوائح والناس كلها تاخد حقوقها وحقوق البس والكلام والناس كلها تبقى فيه ضوابط والحكم حكم واللعيب العيب تهي دي الكرة عايز تقلبها لصناعة وعايز تدخب منها ملايين ومليارات وكل الكلام ده إعمل قوانين صح لوائح صح ملاعب كويسة نقل تليفزيوني كويس حكم متمرانة مية 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 مدربين كويسين مدربين ناشئين كويسين وطبعا مش هتعرف تعمل أي حاجة من كنا أنا بقول لكو ده إلا لما تشفروا الدولة وتدخل كده وإنت قاعد كده من أول الموسم مدخل 15 مليار جنيه أو 20 مليار جنيه مدخلهم وبتدي فلوس للأندية وبتدي فلوس للاتحاد وبتجيب ناس محترفة تدير لك القصة وتعمل لك الموضوع سهل تدوى قدامك قدامك ونت مش هاستخدم تصبحوا على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة